نبدأ مع بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم حيث فاز المنتخب الكاميروني على جامبيا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية ثنائية منتخب الكاميرون وقع كارلتوكو إي كامبي في الدقيقتين الـ 57 من زمن اللقاء بهذه النتيجة ينتظر منتخب الكاميرون الفائز من مباراة مصر والمغرب التي تقام غدا ليكون الطرف الثاني في نصف نهائي البطولة هذا ويواصل المنتخب الوطني استعداده للمواجهة القوية التي ستجمعه منظيره المغربي في الخامسة من مساء غد الأحد لحساب دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية ويصع المنتخب الوطني لمواصلة عروضه الجيدة بعد أداءه المتميز أمام نظيره الإفواري في الدورة الـ 16 تتاجه أنظار عشاق كرة القدم مساء لأحد صوبا منعب أحمد واهدجو بالعاصمة الكاميرونية يويندي والذي يصطدف قمة عربية تجمع المنتخب الوطني مع نظيره المغربي في الدور الربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية منتخب الفرعين استطاع الوصول إلى دور الثمانية بعد تخاطيه عقبة كودفور في دور الـ 16 حيث قدم المنتخب المصري عرضا رائعا استطاع من خلاله الفوز بالمباراة بركلات الترجيح بواقع خمس ركلات مقابل أربع بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي المنتخب المصري يدخل اللقاء متسلحا بالسجل الجيد لمدربه البرتغالية كارلوس كيروش أمام المنتخب المغربي حيث واجه كيروش أسود الأطلس مرتين استطاع خلالهما تحقيق الفوز مرة حينما كان مدربا لجنوب أفريقيا والأخرى مع منتخب إيرون المنتخب المصري يعاني من عدة إصابات قبل مواجهة المغرب حيث من المحتمل غياب حارس الفريق محمد الشناوي الذي أصيب بشد في العضلة الخلفية خلال مباراة كودفور لتصبح الفرصة مواتية لمحمد أبو جابل ليشارك أساسيا للمرة الأولى مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وللمرة الثانية في مسيرته إلى جانب ذلك يعاني لعب الوسط حمد فتحي من إجهاد في العضلة الضمة بعدما أصيب في مباراة كودفور على الجانب الآخر أصبح مدافع منتخب الفراعن محمد حمد الوينش جاهزا للمشاركة أمام المغرب بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به خلال مباراة مصر أمام غين بيساو في دور المجموعة احتلاء الدول المصري محمد صلاح لعب ليبربول المركز الثالث في ترتيب أفضل عشرة مهاجمين من حيث القيمة التسويقية في الدور الإنجليزي الممتازة وذكرت صحيفة ميرر أن محمد صلاح الذي سجل 16 هدفا هذا الموسم مع ليبربول احتل المرتبة الثالثة خلال عشر مباراة فقط هذا الموسم كان ليبربول قد تكلف 38 مليون جنيه السرليني للتعاقد مع محمد صلاح من روما في عام 2017 وسجل صلاح 111 هدفا في 165 مباراة بالدوري مع ليبربول انتهت الأخبار الرياضية عودة مرة أخرى إلى ريهام محمد ريش شكرا لك أيها